جدير بالفساد أن يحول دون إكمال ألاف المشاريع التي توقفت في العراق واندثر بعضها لمرور سنوات عليلة على توقفها مجسر الجمهوري أحد المشاريع المهملة في محافظة القدسية توقف به العمل عام 2014 بعد انكلف ميزانية الدولة مبلغ 35 مليار دينار هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبيرة التي أحيلت في محافظة الديوانية بقيمة ما يقارب 35 مليار طبعا تم العمل بهذا المشروع لغاية 2014 وتوقف العمل في هذا المشروع لجنة الخدمات في الديوانية أقرت بين الحكومة في بغداد ومجلس محافظة القدسية أهمل المشاريع الخدمية في المحافظة هو إهمال واضح من قبل الحكومة المركزية وكذلك بعض الإهمال من الحكومة المحلية خصوصا محافظة الديوانية يجب أن تركز على هكذا مشاريع تسمى مشاريع ملحة أو مشاريع طارئة يجب أن يتم تنفيذها على أكمل وجه المواطنون أكدوا أن المبالغ التي خصصت لمجسر الجمهوري دفعت بالكامل للشركة المنفذة فيما لم تقم الحكومة بملاحقة الجهات المسؤولة عن توقفه قلت لعم هذا نبتك من الجسير قال عم هذا كامل فلوسية بذني أهل مصرف الرافدين زين هاي من 2014 وليحهم من 2018 هذا الشيش هتشوف هذا الشيش السين دمر من المطار والأتربة وصار أربع سنين متوقف العمل به كان من الأجدر بالحكومات أن تختار شركات رصينة جيدة لديها أعمال مماثلة وتأخذ عليها ضمانات كي تعمل بهذه المشاريع واقع القادسية أصبح مؤلما جدا منذ العام 2003 وحتى الآن حيث شهدت المحافظة عمليات خراب وليس إعمار بحسب أهالي الديوانية وعلى الرغم من توقف العمل في المجسر منذ سنوات إلا أن المترشحين للانتخابات البرلمانية أوجدوا لبقايا هيكله فوائد جديدة وهكذا توقفت آلاف المشاريع الخدمية والاستثمارية في العراق نتيجة الفساد والإهمال ولا حلول تلوح في الأفق من قبل الحكومة حيال هذا الملف المهم إذ كان من المؤمل أن تخفف هذه المشاريع من معاناة المواطنين العراقيين المتزايدة حال اكتمالها ولكن يأبى الفساد والإهمال الحكومي ذلك